بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد الصادق المعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين برحمتك أرحم الرحمن نمضي وإياكم في سلسلة رسالة أحدثكم اليوم عن صحابي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمل ما في هذا الصحابي أن الأسرة على قلب واحد وهكذا ينبغي أن تكون أسرة الإنسان المؤمن سبحان الله هلا نحن بهذا الزمان الأب عقل والأم عقل والأولاد بل عقل إن شاء الله كلهم بيكونوا قلب واحد النبي في بداية العهد المكي ما كان النبي له منعة وقوة شوفهم عم يتعذبوا هو وأبو وأمه يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة نبي يتحرق لما يرى عمار بن ياسر سبحان الله لازم تعرفوا أكيد كل مسلم يعرف الاسم حتى عمار بينادوله أبو ياسر وياسر بينادوله أبو عمار يعني تيمنا بهذا الصحابي أعطيكم اللمحة عن هذا الصحابي بدقيقة ثم أمضي هذا الصحابي عاش أربعة وتسعين سنة يعني شي نادر شي نادر نادر إن الإنسان يعمر هالعمر وعمره أربعة وتسعين ماسك السيف وهو يقاتل وقتل في ساحة المعركة وحياته هو شب عذاب بعذاب سيدنا عمار بن ياسر من اليمن يمني وهم أصل العرب اليمن بلد عظيم شعنيك عم تتدمر هلا بلد عظيم من التاريخ القديم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور شمعت مأخ من اليمن سبحان الله قال لي نحنا عم يحكي عن عشرين سنة وثلاثين سنة مضت قال لي ما في عنا إنسان بيذهب إلى السوق ويشتري هيك فاكي قال لي كل إنسان بيفوت لعنجاره قال له عبي ما تشاء عندهم من الطيبات الله وصفها جنتان بحان الله اللي مو دايق رمان اليمن مو دايق رمان واللي مو دايق عنب اليمن مو دايق عنب فأصل العرب اليمن والده ياسر عنده ثلاث أخوة أتوا إلى مكة يفتشوا عن أخ لهم ضايع راح ومعد رجع بعتهم والدهم يعني يجدوا لسيدنا عمار جاء ياسر ومعه ايش ثلاثة عم يدوروا على الرابع الاثنين رجعوا لعند والدهم وظلمين ياسر أتى إلى بني مخزوم فزوجه أبو حذيفة هذا اللي هو رئيس قبيلة بني مخزوم زوجه من جارية عنده فصارت زوجته وولدت له عمار سبحان الله هذا عمار اسم صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السابقين الأولين الآن في رواية بيقول هو سابع سبعة في رواية قيل أنه كانوا ثلاثين دخلوا إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه هو سيدنا صهيب ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وكان لين هي شغلته عشر دقائق اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله في واحد مشوار على الجامع بيصير ذاكر طيب خلاص بيأخذ الطريق بعرف أحد مشايخنا قال لي لما ابني علموني اللي أخدوني بالروح عم يعلموني رجعت متعلم في واحد بتحطه بتعمله خمسمائة درس سبحان الله الإشرة سميكة سيدنا عمار رقيق القلب منفتح الذهن رضي الله عنه أرضاه أمه سمية هي أول شهيدة في الإسلام النبي مر ويقول لهم صبرا آل ياسر اللي شايف فيلم الرسالة يا سبحان الله المخرج يعني أخرج يعني هذا المشهد بالذات مشهد يعني ملفت للنظر صبرا آل ياسر وهم يعذبون الأب والأم وسيدنا عمار ولا حتشوفوا أنه سيدنا عمار يعني هالأيام الواحد بيكون العذاب يعني آآ يعني مقبول ولكن عندما الإنسان يوضع في حر مكة مثل ما ساوه بسيدنا بلال لكن هون استعملوا كل ألوان العذاب ليش أسلم أسلم سبحان الله بكل بكل وقت بكل زمان في هناك أناس لا يريدون أن يتنازلوا عن مكاسبهم لو كانوا على باطل بيحرقوا من حولهم الأب والأم وسيدنا عمار وسيدنا بكلهم عذبوا من أجل إيش يعني من أجل مصلحة قريش أنهم لا يريدون أن ينتزع منهم ما هم فيه من إيش من السطو عذب ما كان بطاعة الله كان إيش بمعصية الله عز وجل يقول سيدنا عمار لقيت صهيب بن سناد تعفوه صهيب اللي نزلت بحقه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله صهيب كمان كان مثل حكايته لكن صهيب كان قد سبقه إلى مكة واشتغل بالتجارة وصار عنده من الذهب ما هو غير موجود عند سادات أهل مكة أجل بده يسافر ويهاجر قال له أتيت أنا صعلوكا ممعك دانق سدس درهم وين محمل بإيش ميت أونصاي أما قال لهم إذا تركت لكم الجمل بما حمل خلوني سافر هذا ما حكي عن سيدنا صهيب قالوا لهم معنا مانع ترك ومشي نزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالقصة فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب ربح البيع أبا يحيا رضي الله عنه وأرضاه قال لقيته صهيب على بابي دار الأرقم والأرقم إنه لكون هذا شب من شباب مكة وكان بيته قريب من وين قريب من الحرم وكان ميسور كان الصحابة يجوا هاي دعوة ببدايتها وين يجلسوا عند الأرقم ابن أبي الأرقم وما جاوزوا الأربعين كانوا دون الأربعين كان من بيناتهم مين؟ سيدنا عمار ابن ياسر معناته هذا من السابقين الأولين ما حدا لسا أسلام وفي غير سيدنا خديجة وسيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا مصعب ابن عمير والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص وهؤلاء الصحابة قال لقيت صهيب على باب دار الأرقم ورسول الله فيها فقلت أردت أن أدخل على محمد وأسمع كلامه فقال وأنا ذلك هلو أنا كمان والله سمعان قال فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا مثل ما أتلكون إشري رئيئة سبحان الله قال وروا يحيى ابن معين رضي الله عنه وأرضاه سمعت عمارا يعني معنعا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة وامرأتان وأبو بكر الرواية الثانية معناتها من العشرة من العشرة الذين سبقوا إلى إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه كان يضعونهم في لهيب مكة المحترق في رمضاء مكة حر مكة اللي بيعرفها بيعرفها اللي ما بيعرفها يا لطيف والله في يوم من الأيام كان شهر آب سبحان الله أنا من عادتي من يام يام بنزل على الحرم يعني أو يعني أدخل إلى الفندوق كان عندي شغلي شهر آب يحكولي أنا خارج سبحان الله كان الوقت بعد صلاة الظهر يا لطيف يا لطيف امشي بالطريق وقول يا لطيف ما عاد فيه تكاسي ولا ما قول يا لطيف والله أشعر أنه دماغي تغلي لكم خمسة وخمسين أكتر يوضع هذا الصحابي وأبوه وأمه شوفوا شوفوا القلب الواحد يمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له صبر آل ياسر فإن موعدكم الجنة كان اسمه أبو اليقظان تعرفش يعني اليقظان اليقظان يعني الفائع النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه عمار قال لقد بلغ منا العذاب ما بلغ يا رسول الله شوفوا الحال اللي نحن وصلنا إليه قال له صبرا أبا اليقظان صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة يقول عمر بن الحكم كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول كتر ما تعذب الواحد أيام يعني بيغيب عن الوعي هل بيجيين أيام بعض الأحباب وكذا بيكونوا مطلئ أنا بحلفوا يمين بالله لو أنت يعني كنت تعي ما تقول بالله والله بعض الحالات بيقول لك أنا ما يعي يعني ما عند فرق بين الشباك وبين الباب هذا اسمه الطلاق إيش؟ يعني المغلق خلص سكر إيش؟ أدماغه ما يعرف شو بعم يحكي هذا الكثير ما عذب يعني أغمي عليه وما يدري ما يقول فصار يقول له كفور بالنبي عليه الصلاة والسلام قال وربما تكلم بكلام فيه إساء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح دموعه بيده ويقول يا رسول الله لا أدري ما قلته أنا يمكن حكي حكي يبكي لما يتركوه شوية مثل ما بيقولوا أنه يريحوا من العذاب جاي هلا كل واحد بيناتنا نحن لأجعل جامع شو صار معاك بس سؤلوا لي كل واحد قاعد على كرسي جاء قاعد على إيش؟ للسجاد الظريف وعم تسمع سورة الكهف واللي قاعد ببيته نحن شو أذينا نبي عليه الصلاة والسلام قال له وهو يبتسم إن عادوا فقل لهم مثل قولك في رواية قبل ما يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أخذك الكفار فغطوك في الماء وقلت ما قلت قال نعم يا رسول الله نزلت بحق آية في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا صحابي الله نزل آية من السماء نزل بها الروح الأمين من سيدنا جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ يداوي بها جرحه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان طبعا من؟ النبي لرب النبي عمي ربي العقيدة فيه قال له إن عادوا فعد في رواية أنه آلولو من كف عنك إذا شتمت محمد فكان يتكلم ولكن هذا الكلام يعني لا قيمة له لأن القلب يعني كان في رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف تجد قلبك؟ عدش لوناد قال مطمئن بالإيمان فقال له إن عادوا فعد رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمار بن ياسر يروي سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة لما كان يبنو المسجد قيل إنه أول من بنى مسجدا لله عز وجل من؟ سيدنا عمار بن ياسر هو الذي يعني صار يضع اللبنة على اللبنة في مسجد قباء فهم علم سن حب للنبي عقيدة قالوا الصحابة كان كل واحد منا يحمل لبنة لبنة إلا عمار يحمل لبنتين بلوكي بلوكي ولا سيدنا عمار قال كان يحمل لبنتين النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر إليه ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية أنه صار في آخر شيء هل ما تشوفوا أنه يعني صار في قتال هذا رجل مع الحق هذا رجل مع شرع الله عز وجل وعن هاني بن هاني عن علي قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذنوا له فوتوه مرحبا بالطيب المطيب ضي الله عنه وارضاه طيب مطيب مطيب بالأخلاق ومطيب سيدنا عمر ابن الخطاب كان يعرف له قدره فولاه عندما استلم الخلافة على الكوفة على سبحان الله كل كل زمان بتلاقي لكل زمان دولة ورجال العراق بذاك الزمن كان القيمة للكوفة هل الكوفة شارعة او هيك يعني مدينة شلون يعني اي مدينة من المدن مكانت الكوفة بعدين صار ايش بغداد ايه سبحان الله الله يجعل لذلك قيمتك بعملك فولاه على الكوفة وكان من خير الناس رضي الله عنه وارضاه مين حط معه جعله وزير وزير مالية وشؤون محاسبات سيدنا عبدالله بن مسعود كان من يعني كانوا اخويني توأميني في الخير رضي الله عنه وارضاه يقول عبدالله بن عمر رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة يوم اليمامة بزمن سيدنا اوبكر هذا وقت المرتدين ايش لما لما بيكون قوة للإيمان بيطلع دائما المنافقين لذلك سبحان الله مات النبي عليه الصلاة والسلام من هون ام طلعوا ايش طلعوا المنافقين قال رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد اشرف يصيح يا معشر المسلمين امن الجنة تفرون انا عمار بن ياسر هلموا اليه قال فنظرت اليه عبدالله بن عمر يقول فاذا اذنه مقطوعة تتأرجح وهو يقاتل اشد القتال رضي الله عنه وارضاه اضعت اذنه وقعدت تنزيف سيدنا عمار بن ياسر يعني قريب من عمر سيدنا عمر وسيدنا مين وسيدنا ابو بكر لكن عمر بعد عاش خلافة ابو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان سيدنا عمر عشر سنين ونص سيدنا عثمان يعني حوالي ادعشر سنة ونيف وخلافة سيدنا علي كان لما يذهب للقتال يعني خط سيدنا علي أسندوني كبير بني آدم بتشوفه يعني هلا هذا الزمن غير هلا هذا الزمن خمسين بالدومين يسندوا صار ستين خالص نعمل رسالة الى من بلغ الستين هدول كانوا ايام زمان السيارة بيقول له لازم تسلم النمرة لوين تتروح لكن الايمان لا يشيخ رضي الله عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الايام قال له آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن كان عمي قاتل وشاف حاله انه سوف تخرج روحه قال لأتوني بلبن شربوا وذهب الى الله شهيدا رضي الله عنه وارضاه هؤلاء هم الرجال سيدنا عمار بن ياسر نموذج فريد يختلف عن الصحابة اول شي بسنه اتنين بحالة العائلية هيك هيك لازم نحن نكون مو بس تجي انت لحالك على الدرس تجي انت وزوجتك واولادك اللي ما بيجي اليوم بيجي بكرة هلا فيه امتحانات وكذا وي لو تعال سبحان الله لما كل العائلة تكون على قلب واحد هاي يعني بتكون عائلة نموذجية تصور مثلا اب بيصلي زوجته ما بتصلي اب زوجته بيصلي الاولاد بوادي تاني اما عمار وياسر و سمية رضي الله عنها وارضاها اول شهيدة في الاسلام شوف والنبي بشرون من اولها صبرا فان موعدكم فان موعدكم الجنة رضي الله عنه وارضاها ماته عمره اربعة وتسعين سنة هذا من الصحابة لازم تحفظون هدول لانه مو كل الصحابة هلا من الصحابة اللي عمره هو سيدنا مين انس بن مالك رضي الله عنه وارضاها سيدنا انس بن مالك مات بثلاثة وتسعين لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو يعني عمره عشرة تقريبا لما يعني هاجر النبي عليه الصلاة والسلام صار مية مية وتلاتة كان الناس لما يسمعوا بانس ابن مالك يأتوا من الدنيا كلها وبعدين سيدنا انس بن مالك سبحان الله لأننا درسنا عنه لكن الشيء المميز انه هذا الرجل قعد مع النبي عشر سنين يعني صندوق بس مو أبيض أسود يعرف كل شيء عن رسول الله يعود يحاكيهون من الصحابة اللي عمروا سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه توفي سنة أربعة و سبعين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان كان عمره سيدنا أنس بن مالك أول مولود في الهجرة أول من ولد لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أنس ابن مالك سيدنا عبد الله بن عمر كان عمره حوالي 12 أو 13 سنة الله عز وجل ينفعنا بسماع سيرة أصحاب النبي والله يا أخوانا الكرام لك مو صفيهان شغلة حلوة في هذه الدنيا إلا أن نسمع سيارة الصالحين وأن نأتي إلى بيت الله رضي الله عن عمر بن ياسر تعرفوا وين مدفون سيدنا عمر بن ياسر مدفون في مدينة الرقة هنا عندنا في هذه البلاد سبحان الله قبره تعرض يعني الناس المغرضين لكن برجع سيدنا عمر بن عبد العزيز كمان مدفون وين مدفونين كلهم كانوا أتوا إلى هذه البلاد ليفتحوها ليعمروها عمر بن ياسر مدفون في هذه البلاد إن شاء الله ما نروح الرقة تكون هيك بلد يعني طيبة هي طيبة وطيب أهلها يعني سبحان الله تشعر بالصفاء والنقاء أنا ما ذهبت إليها إلا مرة في حياتي ولكن يعني ما ما كان حدا يعني كنت يافع عمري خمسطعش أو ستعشر سنة ما كنت أعرف أنه سيدنا عمر بن ياسر مدفون سبحان الله بكل بلد بتلاقي فيه صحابي حتى تعرفوا عشر تالاف عين رأت رسول الله مدفوني في هذه البلاد ما بتروح لحارة ما بتروح لها ما بتروح كنت عمقرأ عن حمص لك حمص من أولها لآخرة صحابي هون بتلاقي روح على جامع السنجأدار لك روح على مواجه جامع السنجأدار بتلاقي سيدنا أبو الذر الغفاري هون بتلاقي سيدنا أبو الدرداء هون بتلاقي سيدنا بلال بابو صغير سيدنا بلال 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 مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بلادنا بلاد مباركة الله يفرج عنا ويجعلنا من عباد الله الصالحين اللهم ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة اشتركوا في القناة درم 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 iş شكرا